السلام عليكم النهاردة بقى مش هنطبخ النهاردة مش هعمل اي حاجة النهاردة انا قررت اخرج مع نفسي قررت بقى اسيب كل حاجة ورايا اسيب الدنيا هغير شوية هخرج وهفصل عن حياتي شوية ومع نفسي يعني قررت اني اخرج اقعد في اي مكان مع نفسي انا ماشي اهو زي ما انتم شايفين انا اخترت مكان قريب يكون قريب مني اخترت المانيل المانيل جميل جدا انا من عشاء المانيل والاماكن اللي فيه بصراحة ده شرع عبدالعزيز السعود راح اعبقى في كافي عن نيل كده يكون هادي والله بنتي قالتلي على اسم واحد لما خدت نصيحاتها بس للأسف لقيته قافل فرجعت تاني مشيت مشوار كبير انا خليت التاكسي نزلني على اول الشرع علشان اتمشى بقى وحركة وكده بقى بس تاخت مشوار لأ مشوار جامد وبعدين رجعت تاني علشان اروح الكافيه تاني يعني اشوف حاجة تانية فتعبت بصراحة من المشي كانت تجربة تجربة المشي ده الشرع التاني بقى اللي دخلته الشرع المقابل برضو الشرع عبدالعزيز السعود كانت تجربة صعبة بصراحة شوفوه رجلي وجعاني جدا بس يعني الواحد حبي يفصل من الحياة والله من ضغوط الحياة حبيت اقعد شوية مع نفسي بقى بعيد ماما مش عارف ايه ماما ايه لأ قلت لازم اعود مع نفسي شوية ده الكافيه دي سفينة عائمة اهي على النيل يعني عائمة في النيل طبعا الجميزة بقى اللي فيها انها بتهزك كده هزت رقيقة كده جميلة لأ هي بصراحة التجربة كانت كويسة بصي تحس باسترخاء كده وانتي قاعدة رغم ان فيه زيتها حواليك بس برضو تحس ان انتي اصعب حتة لحتة اللي هي بعدي فيها بتاعت المية دي كنت خايفة جدا كنت خايفة حاسة ان هي هتقع بيه الوصلة دي فضيعة هي هي دي فضيعة بجده كنت حاسة ان انا هقع عاف البحر بس الحمد لله عدتها يعني هنا هوا دخلت هوا هي اماكن كتيرة بس انا اخترت الركن البعيد الهادي ده من عايزة بقى ابعد عن الزيتة هتشوفوا الزيتة دلوقتي فاخترت الركن البعيد الهادي هو منه للبحر انا قدامي كان منظر البحر جميل جدا ومنظر بس انا مردتش كان فيه بنات قدامي قاعدة شيشة ومش عارفوا ايه فمردتش افضحوا بصراحة فمردتش اصور بقى لكن المنظر قدامي كان تحفة احسن حاجة بتهديلي عصابي هي البحر بصراحة المية عمتا المية بتهدي عصابي جدا ده المينيو هو جابهو دي لسه بقى اختار انا مش عايزة اكل يعني انا عايزة اي حاجة فيها شكولاتة عشان تعدل الموت فقدت هاختار وافل بس للاسف قال لي مش مش شغال انا بوريكو بس المينيو لكن انا مش هاختار اكلات انا بفرجكم عليه بس مش عارف اجيب الاسعار هي الاسعار سياحية طبعا اسعار غالية لان هو مكان يعتبر سياحي يعني انتو عارفين السفن العيمة دي بتبقى اسعارها اوبر شوية انا اخترت زي ما قلتلكو تختار وافل بس للاسف قال لي مش شغال فاخترت اكريب بالشوكولاتة بالنوتل ما انا كنت عايزة اي حاجة فيها حاولت اجيبلكو المنظر وهو المنظر جميل جدا والله مريح جدا للأعصار حاولت اخد اي حاجة فيها شوكولاتة بقى الوردر هيجي اهو اهو ادي الوردر وملحقت الشاني اهو صورت بعد بكلت واحدة وهما الثلاثة دول بس والثلاثة زغنطتين خالص اه انا لما بعمل كريب انا عامل كريب لازم نعمل كريب ع القناة لانكريب غالي جدا برا واحنا بنعمله بمكونات بسيطة ادي كالت التانية حضرة بالتالتة بس حضرة بالتالتة دلوقتي بنعمله بمكونات بسيطة جدا وفي نفس الوقت ما بياخدش مجهود ما بياخدش وقت والنوتيلا بتبقى جاهزة عندك حلوة حادق بصراحة كرب جميل واسعاره غالية جدا برا انا ضد طبعا اكل برا بس انا حبيت افصل والله يعني حبيت بس افصل شوية وحبيت اروق دماغي شوية يعني حبيت اعيش مع نفسي ولو نص ساعة حتى حق يا جماعة حق لكن انا مش من انصار اكل برا والله ما خالص يعني ما ما بحبوش وبحس ان هو تكلفة عالفاضي انت تقدري تعملي في البيت وهتعمليه وتطلقيه احسن والله بس هو يوم بقى وكان لازم الواحد في اوقات كده بتبقي خلاص لازم تعملي نفسك هنا خلصت هول ضربت الوردر كله فيه وبقى وقات بتبقي لازم فعلا تعملي ريفرش كده لنفسك وعشان ترجعي تقدري تتقومي تاني الحياة بمشاكلها با عربها فلازم كان لازم انا كنت في الوضع ده وكنت في الحالة دي فكان لازم اعمل كده بس فعلا اعصابي هديت خالص ومنظر المية بس بيهديني اصلا فكانت تجربة حلوة والمكان كان اختيار حلو والمصراحة كان توفيق اختيار موفق مني هنا خلاص انا طلع هادي السلالم خرجت بقى دنيا ليلة انا كنت راحة قبل المغرب كده قعدت شوية حلويني يعني وهنا وانا مروحة بقى ركب التاكسي مروحة مروحة بقى ايه جددتي نشاط جددت اكتئاب ممكن جددت والاكتئاب ما سابنيش بصراحة يعني ركب معي التاكسي والله بس يعني نقول قل شوية ولأ يعني كانت تجربة حلوة حبيت اشاركها معاكم هي مزتها ان انت طلعتي من اللي انت فيه لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة ويلا بقى